نروح لتصريح بقى داخلي وتشكيك في النادي الاهلي في الوقت اللي البعضي بيتحدث عن فرص النادي الاهلي ويمكن مهند الجالي الكلام اللي قاله فارس في احدى القنوات طبعا الشهيرة لا عندنا هنا في مصر لابد من احباط النادي الاهلي لابد من البحث دائما وابدا عن طريقة نعرقل بيها مسيرة النادي الاهلي بداية من فكرة التسوية والكلام عن ان القرى المصرية في حالة انهيار وفي حالة وفي حالة لابد ان تستسنى الاهلي انا متفق على كل شيء منتخباتنا الشباب صعبة المنتخب الاول ما صعدش الكأس العالم مفاس بامم افريقيا عندنا مشكلة فعلا في الاندية اللي بتشارك في البطولات الافريقية بسناء الاهلي اول لما الاهلي بس ممكن يقع على طول ناخد الاهلي مع الكل ويتساوى الاهلي بمن لا يصعد من دور المجموعات شيء صعب جدا خلوها نسمع كابتن رضا عبد العال ويبقى تحدس عن نوع تاني من الصعود لا يعرفه الا الكابتن رضا عبد العال يعني بكرة اللوتن يكسب ولا يتعادي الهلال الهلال مشي يخصر ايه ما يتعادي لا يكسب ما انا بقولك مش هيخصر ما لو تعادي الاهل يسعب انا بقولها لك هو خليك معايا بس واحدة واحدة لو بكرة الهلال اتعادل اتعادل كسب الاهل مش هيصحى الا بقى لو حصل بقى لعبة من تحت الترابيز ترابيزة ايه يعني بقى ما فيش فار بقى انت بقى احسبها مع نفسك انما بمستوى الاهلي ده اكسم بالله ما يكسب سراميكا كل بطر طب ما بيكسب هنا يا حبيبي اسمع دلوقتي انا بكلمكش على قبل كده انا بكلمك بعد الهرك اللي حصل في كاسر العالم الدية وافريقيا والدوري هو يعني اوانس ان الكابتن رضا عبدالعيل اتكلم بسقا الاهلي مش هيصعد ان شاء الله الاهلي صعد يعني انتعارفين كابتن رضا عبدالعيل دايما وابدا اراءه مع النادي الاهلي تحديدا يعني بتكون يعني فيها اكستريم زيادة عن لزوم اولا النادي الاهلي لما تكون فرصه بين ايديه في المباراة في الجولة السادسة ما ينفعش كابتن رضا عبدالعيل يقول اصلي ما فيش بار وشغل من تحت الترابيزة هو الشغل اللي من تحت الترابيزة ده هو اللي منع الهلال من انه يسجل او اطهر الطاهر انه يسجل راكل الجزاء للحكم صادق السلمي ويعني عندنا تحافظات شوية على الحكم صادق السلمي ولكن راكل الجزاء تم احتسبة في الديها الاخيرة لو فيه شغل من تحت الترابيزة كان المفترض يتم منح فرصة الصعود للهلال قبل مواجهة النادي الاهلي اطهر الطاهر سجل القراج يقول الاهلي برة برة بيخصر شديد ده لو كلام عن شغلة تحت الترابيزة لو بنتكلم عن شغلة تحت الترابيزة وعدم موجود تقنية الفيديو كابتن رضا عبدالعيل ناسي معاناتنا امام فيتا كلاب المباراة اللي تلاعبت على ارضنا وبعد ما تأخرنا هدف تقدمنا اثنين واحد كابتن عمرو السلية ملمسي لاعب فيتا كلاب خارج التمنتاشر حتى لو كان لمسه وكان حكم جيد جدا ردوان جيد واحتسب راكل الجزاء واضعتنا في موقف صعب جدا وانتهت المباراة اثنين اثنين واعتذر الحكم بعد كده عن الخطأ ده فين شغل اللي تحت الترابيزة كابتن رضا عبدالعيل مش شايف حارس مرمى ساندونز في المباراة اللي هزمنا فيها الموسم الماضي واحد سفر على ملعبنا وبيعرق اللاعب من لعبي النادي الاهلي واستحق الطرد خارج منطقة الجزاء ما شافش دي يعني انت جايب تتكلم عن النادي الاهلي اللي شغل تحت ترابيزة لا النادي الاهلي مفهوش ابدا ارمي نفسك جوا منطقة الجزاء واديك ضرب الجزاء مفهوش كده النادي الاهلي مفهوش ابدا شوبينج في اي مكان في مصر ما بيعملش الكلام ده لا تاريخه فيه الكلام ده ولا هو بيعمل الكلام ده النادي الاهلي لما بيفوز بيفوز بالجهد والعرق كابتن رضا عبدالعيل عنده ازمة مع النادي الاهلي وأنا مش هنسى أن الكابتن رضا عبد العال كان أحد أسباب الصراع المشتعل ما بين جماهير النادي الآلي وجماهير النادي الترجي في تونس 2018 عندما شارك في الأجذوبة والترويج لرشوة الحكم مهدي عبيد ولم يحسبه أحد واستمر الكابتن رضا عبد العال في أكاذيبه وتجاوزه في النادي الآلي وحق النادي الآلي وإنجازات النادي الآلي وبطولة النادي الآلي عايز تتكلم فني اتكلم زي ما أنت عايز تقول برغم أن النادي الآلي اللي مش عاجبك فنيا ده هو متصدر جدول الدوري وغايب عن بطولة الدوري وما فيش حد قادر يقترب من النادي الآلي اتكلم فني زي ما أنت عايز لكن تروح للتشكيك في تاريخ النادي الآلي وبطولات النادي الآلي وإنجازات النادي الآلي دون إدراك أصلا ليه ما يحدث؟ دي أزمة كبيرة جدا أزمة كبيرة ودايما بنطالب يا جماعة حسبوا الناس دي حسبوا الناس دي اطلع قولي النادي الآلي فنيا غير لأك النادي الآلي فنيا لا يستحق الصوت النادي الآلي فنيا قول أي حاجة النادي الآلي لا يمتلك لعبين كبار قولي اللي أنت عايز تقوله في اللعبين هقولك وجهة نظر فنيا لكن تقول لعب من تحت الترابيزة وتشير لعدم وجود تقنية الفار في إشارة لشيء أنت تعرفه جيدا في تاريخك لعب إحنا لا نسمح به ونتمنى من جهة الرصد يا جماعة بترصدوش الحاجات دي ليه؟ ليه ما بترصدش الحاجات دي؟ هو كابتن رضا عبدالعال لسه محتاج أنه نخاطب جهات الرصد تشوف تصرحاته وتشوف كلامه اللي ما لهش أي أساس لا من الصحة ولا المنطق أتمنى كابتن رضا عبدالعال يكون ليه محاسبة ودي للمرة الكامة في رسي المليون بنتمنى كابتن رضا عبدالعال لا ده احنا جبناله قبل كده مواد من القانون يعني احنا وصلنا المرحلة مع كابتن رضا عبدالعال إن احنا عرضنا مواد من القانون بعد تشهيره وإساءته اللي بيت سمسيماني وبدر بنون بعبارات تحتوي على تنمر وتحتوي على إساءة وتحتوي على كل أنواع التعصب والتنمر والإساءة المباشرة وعرضنا مواد القانون حتى اللي بعيدا عن أدبيات وأخلاقيات المهنة الإعلامية ولكن احنا كمان عرضنا ما هو بعيدا عن أي أمور ليه علاقة بالإنسانية أن أنت ممكن تعملها أو ما تعملهاش لأن القانون بيعاقد ده وبيجرم ده لأنه شيء يخالف الإنسانية أنك تتنمر على حد بشكله أو بلونه أو بأي أمور من اللي حصلت من رضا عبدالعال ولكن اللي أنا عايز أتكلم عليه هنا هو مش بس كلام رضا عبدالعال لأن أنا بالنسبالي المنطق نفسه للموضوع أنا مش مستوعب أن ده بيتقال على شاشة مصرية زي ما مثلا كان بيتكلم معاكم في فكرة أجماعة في النهاية الرأي الفني ممكن أشوفك بتتكلم في رأي الفني أفتقد كل الوجهة وابقى جوايا عارف أن رأيك الفني ده مش موضوعي وعارف أنه ليه غرض وعارف أنه موجه لاتجاه ما وبتستغله ظرف كبير زي مبارات سانداونز فطبيعي يبقى رأيك الفني راح في اتجاه وانت مش الحد اللي أنا ممكن أفترض فيه حسن النية بس كل ده مرتبط برأي فني فعلا إن ده ما اللي بيحصل وتحت الترابيزة والنوعية دي من العبارات ده ضرر وإساءة لسمعة الكرة المصرية مش للأهل بس ومش مفترض أن أنا أسمع ده على شاشة مصرية ومش مفترض أن أنا أشوف ده في إعلامي ومش مفترض ده دول إعلامي حتى لو ما بتحبنيش وحتى لو أنت عندك مشكلة مع أشخاص داخل النادي الأهلي أو كيان النادي الأهلي مش مفترض أن انت تعمل ده ومش مفترض ده يكون مسموح به وها جماعة للمرة المليون هذا يقلل من الصورة الزهنية للرياضة المصرية مش الأهلي فقط إحنا عندنا كنز اسمه النادي الأهلي حتى بكل ما يمر به في بعض الفترات أو في بعض اللحظات يظل النادي الأهلي هو جزء من القوى النعمة للرياضة المصرية البعض مش قادر يدرك ده والبعض بيتحرك بشكل مريب جدا لما تطلع تسمع الأشقاء في شمال أفريقيا وهم دايما يتحدثوا أن النادي الأهلي ينده نادي لديه منهجية مختلفة عن كل الفرق في أفريقيا نادي لديه شخصية بناها عبر سنوات نادي دايما بيتحط أنه هو يحقق البطولات ويحقق التتوجات باجتهاده وبمنظومته وبعرقه فأنت لما تيجي تلاقي الإساءة طلع من جوه يبقى فيه مشكلة يبقى لازم تقف وأنا بقول للمرة المليون إحنا مش قادرين ندرك قيمة النادي الأهلي إحنا في لحظة يا جماعة النادي الأهلي عندك المنتخبات الوطنية للناشئين حقاية نتائج زي اللي شفناها عندك نادي الزمالك ودع البطولة عندك النادي الأهلي لازم يدعم كل أنواع الدعم زي ما شفنا بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبل مباراة الدحيل أو مباراة الفريق الإيراني مع الهلال السعودي إزاي أجلوا كل المباراة وكان بيصفوا بممثل الوطن اللي لازم يكون فيه التفاف حوله لأن أنت هنا بتتكلم في فريق لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل القوة السعودية في كرة القدم وانت ربما لا تستطيع أن تجاري بعض اقتصاديات كرة القدم اللي للأمانة بتتعمل بشكل مبهر انت ما تقدرش ممكن تجاري ده بس عندك استثناء النادي الأهلي اللي بيروح يكسب فريق زي الهلال السعودي بربعية اللي بيوصل كاس العام الأندية ثلاث مرات واربعة ياخد برونزيتين ثم مركز رابع ثم موجود في عشرين خمسة وعشرين انت مش قادر تدرك قدين ناجل أهلي يستحق الحفاظ وليس أنه هو ياخد حاجة مش من حقه ولكن محتاج فقط ياخد حقه ياخد الاحترام اللائق اللي ما بنسمعوش من كتير من الناس وهم ما بتكلموا عن النادي الآية